مرحبا عزيزي متابعي قناة بلين بعيون عربية الفيديو مات اليوم هو كيف رح اعمل تغريدة بعد التحديد الاخير في تويتر قبل ما ابدأ شرح اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو لا ينسى يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شي جديد من عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية رح ادخل على تطبيق تويتر واشرح لكم كيف رح نعمل تغريدة بعد التحديد الاخير لانه كثير متابعين دي يدخلون علي ويقولون مدى نقدر نعمل تغريدة فحبيت انه اشرح لكم هذه الطريقة وخلينا ندخل من داخل التطبيق حتى اعمل تغريدة في تويتر رح ادخل على تطبيق تويتر وهذا حسابي KGLD 1-23535 بعدها ادخل باللعلى رح تظهر الصفحة الشخصية او المنفي الشخصي مالتك هنا علامة الموجب كانت سابقا علامة ريشا الان علامة الموجب رح ادخل هنا تقدر الان اتغرد بايشي ما يدى يحدث تقدر تكتب باللعلى وهنا تقدر تعطي صوت تسجيل وهنا تقدر ترسل اي صورة او فيديو من عندك وهنا تقدر تنطي هذه الصور الموجودة وتقدر تختار من عندها صور القيف طبعا اما هنا فتقدر تطرح سؤال ويجاوبون عليك وبالنسبة هنا الشي اللي ايضا هنا رح تقدر تنطي السماح وينزل الموقع مالتك هذا الشي اللي رح تقدر تسوي وتنشر التغريدات مالتك طريقة جدا سهلة وبسيطة نقطة واحدة حابب اقولها انه لو رجعنا الى الوراء لو رجعنا الى الاعدادات هنا تويتر بلو رح ينطيك هذه الميزات اللي رح تقدر تشاركها ويا اصدقائك وتغريداتك رح تزيد شوية التفاعل عليها رح يكون رسوم الاشتراك 11 قيرو شهريا يعني تقريبا 13 دولار نقطة ثانية حابب انه رح ننزل الى الاعدادات والدعم والاعدادات والخصوصية والوصول الى الحساب وهنا التطبيقات والجلسات رح تدخل على هذا الخيار ضروري تدخل على الجلسات لو شاهدت انه الايفون مالتك مفتوح بغير هاتف الافضل انه تغلقى لانه معناتها فيه شخص دي يتجسس عليك هذا الحبيت اشرح لكم اياه اتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا ندعموا قناتي برلين باقينا عربية باشتراك و لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل انا حاضر شكرا لكم والسلام